من ضمن الأسئلة هل من ضمن الحاجات اللي لازم تأخذها في الحسبان هل العاملين في بنك الـ HSBC بيقبضوا مرتبات كبيرة؟ المرتبات نوع ما ليست كبيرة بالشكل الخرافي في بنك الـ HSBC أنا هنا بتكلم على الـ HSBC مش الـ GSC الـ GSC اللي مسكين الـ Call Center والحاجات دي هواها طبع الـ HSBC ولكن بجنبهم الـ GSC هتلاقي إعلاناتهم كتيرة على لينك ده إنه هكذا لكن إحدى الأشخاص وده مصدر ثقة يعني كان شغال في فرع في إحدى فروع بنك الـ HSBC وقال إن الطيلر الصراف لا ممكن ياخد أرباح ممكن توصل فوق الـ 100, 190, 170 بيلعبوا في هذه الحدود ما شاء الله ربنا يبارك للناس في المقابل لو هو طيلر في البنك الأهلي أو البنوك دي ممكن ياخد له بالكتير مش هيزيد على عشرين لو سا بيبدأ حياته يعني فيلعب في هذا الرنج فضاع ده في الحسبان لكنه هو بنك من البنوك الكبيرة اللي لازم إنك تؤخذ هذه في الحسبان بيبان بقى الراتب لما بنجبر لتلاقي واحد مثلا عنده 30 سنة بيقبض 13-14-15 ألف بينما لو فيه بنك تاني ممكن يدوله أكبر أو بيلعب في هذا الرنج وكلها أرزاق عند الله ربنا يكتب للناس الرزق الحلال ويكتب للجميع وبدون يا جماعة كل واحد بياخد رزقه وقول له الله أكبر شكرا شكرا